لأ جالي ست مرات لغاية دلوقتي بشع المراتين اللي أنا أعلنت فيهم أو ثلاثة بشع رحلة بشع أنت فجأة أنا كان قابلة فرح أخويا بكم يوم وكنت بحضر للفرح روح تكوفر عشان نعمل شعري فتح شعري أنا معاش وشاف إيه رح قفله تاني كده ولسه بيفتح عشان نعمل وبتاع رح علي روحي للمامي وروحي لدكتور تقول ليه فيه إيه روحي مامي روحي لدكتور كنت يشوفي ده إيه بس فصورتلي طبعا شفت أنا عمري ما كنت ما كنت يعني ما سمعتش عن المرات ده قبل كده يعني ما كنتش من الناس المهتمة أن نقعد أشوف بقى مرض جلدي مش عارف إيه أو مرض نفسي مش عارف إيه كنت بعيدة أنا ما بحبش أن نقعد أتوغل في حاجة وأركز فيها عشان أعرف له عشان ما تطرد الطاقة السلبية وما تجلكش فجأت لي فجأة دي كانت مرة بعد الجوائز جأت لي مرة قبل الجوائز جأت لي مرة برضو ضغط نفسي لا كتير وحش هم بيقولوا كده مع أن أنا مش شايفة كده يعني أنا معرفش أنا حتى بيعودوا ليه طب إيه لضغطك أنت مدائة من إيه والله ما عرف أنا مدائة من إيه مش عارفة إيه لإيه لضغطني معرفش يعني حتى دكتور عاصم فرج حبيبي يلا يسعده ويرضي يعني ودلت عليك تا عنده صح لأنه كذا حد عليكني غلط لقد ركت أنه ما وصله 12 تعلبة في شعري فجأة 12 تعلبة قد الكوين كده فضية فعشان ما كروش عايزينه أدوني كورتيزون بس هو أديني أنه حقن وكده وبيلز وكنت ساعتها في أم بي سي والله كنت ساعتها في أم بي سي في بيروت والصورة أهم من أي حاجة طبعا والمضمون كده أو كده احنا بنقعد مع رؤساء التحرير وبنحضر والمضمون موجود بس الصورة كانت مهمة أوي كنت مبداية جدا كنت بعيد كل يوم أشوف نفسي على التلفزيون وبعيد مش عايز أقول لهم أنا عندي إيه مش عايز أقول لحد أنه أنا تنفخت كده من كورتيزون مش عايز أفتح بوقي مش عايز أقول لهم أنه يا جماعة كل ما أحاول أخس سبحانك يا رب برجع كذا يعني عشر خطوات لوار فروحت لدكتور عاصم فارج حتى بيلي دي عين بتروا لا لا هاوز كلام دي لا بتروا يا أخي على علمك يا أليا وانا أحذر معك في حاجة سماء 12 واحدة بتروا ما عرفش يا دكتور عاصم أنا عرف من إيه 12 واحد ديك هرسة وعاولت له ماشي خلاص الحمد لله يعني الناس تعطوا لك سلي بتخاف من الحسد سلي بتخاف من الحسد سلي ما بتخافش من الحسد بس سلي ممكن تكون سمعت من أقرب الناس لها أن هي عندها كل حاجة عايزة إيه تاني سلي خافت فبقيت تداري يعني حتى لو يقولك أما بنعمة ربك فحدث أنا بقيت تداري حكتي مش عايزة من حدا حاجة فما حدش يعرف ظروفك بتبع عاملة إزاي ما حدش يعرف أنت دماغك فيها إيه حدش يعرف التمريض بإيه كله بيحكم وخلاص وأنا حتى لما بشوف حاجة بقول ما شاء الله الله هو مبارك أنا دايما أنا حب حتى لو أنا ممكن أحسد نفسي فممكن أقول كده بس فالحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا